برحب على كل الناس اللي بتسافر على الطرق السريعة زي شبرة بنها الحر واسماليا الصحراوي والدائر الإقليمي وغيرهم من كل الطرق السريعة الجديدة كل دول ربما حيشوفوا منظومة النقل الذكي اللي بتتنفذ على هذه الطرق واللي بتقدر ان هي تسجل المخالفات إلكترونيا وترائب الطريق وترائب حركة المرور خلينا نقول ان كمان حيبقى فيه شاشات كبيرة حتعرف السائقين أماكن الزحام وحتعرفهم أيضا درجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة كل ده على شام يبقى فيه نوع من أنواع تسهيل الحركة وتقليل معدلات الحادث مصر بتنفذ منظومة النقل الذكي ال-ITS ودي المنظومة الإلكترونية اللي هيتن تطبقها على الطرق كما الحالة أولى واللي هتشمل 8 طرق رئيسية هي الأكثر كثافة في مصر المنظومة كمان بتستهدف دعم الطرق اللي كانت تطويرها بأسائل تكنولوجية حديثة بتشتغل على رفع نسب الأمان وتقليل الحوادث ورصب المخالفات بشكل إلكتروني وده طبعا هيقلل من الزحمة وهيحافظ على حياة المواطنين تطبيق منظومة النقل الذكي بتشتغل على المحاور والطرق السريعة وهترصد سرعة العربيات ومخالفات استخدام التيفون بشكل إلكتروني ده غير إن النظام ده برضو هيحصل الكرتب بشكل إلكتروني من خلال الكروت المدفعة مقدما وهتتحط لفتات إلكترونية هتعرف في السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة في عدد من المناطق الطرق اللي بتتنفس دلوقتي وهتشتغل عليها المنظومة الجديدة كمرحلة أولى هي طريق شبرى بنها القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية فورسعيد والقاهرة الإسكندرية الصحراوي والطريق الدائر الإقليمي والدائر القاهرة الكبرى والقطنية والعين السفنة والطريق الدائر الأوسطي الهدف من إنشاء المنظومة هو متابعة ومرأبة وإدارة حركة المرور على الطرق علشان يكون فيه ضمان لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحسين الكفاءة التشغيلية للطرق عن طريق تطبيق تقنيات التكنولوجيا الحديثة المنظومة كمان هتساهم بقدر كبير في تأليم نسب الحوادث وسرعة استجابة للطوارئ على الطرق وتقليم نسب التلوث عليها بالإضافة للوصول لرؤية شاملة ومتوصلة وتحركات العربيات والدقة في تسجيل المخالفات وده يترتب عليه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر مما لا شك فيه يعني أنه قطاع الطرق وقطاع النقل طبعا هم قطاعين مرتبطين ببعض ارتباط مباشر شاهدوا الفترة الأخيرة الحقيقة يعني خلينا نقول طفرة للأسف احنا كانت الطرق عندنا يمكن كان في بعضها موجود بالفعل لكن كانت غير مهيئة كانت قديمة لما نجي نتكلم على أن احنا عايزين استثمار عايزين سياحة عايزين صناعة يعني كل دول مرتبطين ارتباط وثيق بفكرة أنه يكون عندنا بنية تحتية إن كان من الطرق أو حتى وسائل نقل ذكية وجديدة ومتقدمة وكلهم مرتبطين ارتباط وثيق ببعض في الفترة الأخيرة يا مصطفى شفنا أن في طفرة بالفعل حصلت حتى لو بصينا على عدد الحوادث طبعا ربنا يسلم طريقكم جميعا حيقلت بشكل ملحوظ جدا ولسه ما زال العمل مستمري احنا وصلنا لنهاية بالعكس يمكن دي البداية صحيح خليني يعني كنت منتذكر كانت مدخلة كان عاملها اللي هو شريف قنيرثم كان مساعد وزير الداخلية للشؤون نشاط المتخصص كان بتكلم تحديدا على قصة واحدة بس قصة الفلاشات اللي احنا بنشوفها وإحنا رايحين جايين في كل الطرق دي الناس معتقدة أن هي بتسجل السرعة بس لا هو قال أن فيه النظام الأناليتيك تحديدا بيحلل الحزام وبيحلل الأكل وبيحلل كمان لو انت رايح من النقطة دي للنقطة دي فانت مفروض تمشي أو ماسك التليفون لو المسافة دي مثلا مفروض تمشيها كده ففيه ناس تعمل تجري 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 وقابل بتاعته أمهدية لا هو الموضوع فيه تقنيات الـ AI أو الذكاء الاصطناعي حتقدر تحلل ده لوحده وتبعت لك الرسالة على الموبايل بتاعتك وتقول لك أنت عملت مخالفة سرعة وانت تقول إزاي ده أنا جاي أمهدي عند 80 وبيحسب من النقطة دي للنقطة اللي بعدها فوضح أن الموضوع نلتزم كلنا لأن المواضيع مش بالسهولة بتاعت الزبال ترجمة نانسي قنقر